أهلا بكم من جديد السيدات والسادة نعود مع ضيف الكريم جيرجي سعط في جيرجيس الذي نستقبله في هذه الفقرة وهو طالب كليات التجارة شعوبة اللغة الإنجليزية قسم المحاسبة ونتحدث عن له التجربة التكنولوجية جيرجيس أهلا بك أهلا محمد الله كلمني بقى عن فكرة التكنولوجيا وتطوير التعليم يعني أنت عندك تجربة شخصية في هذا المجال حكي لنا عنها هو أنا كنت في سنة تانية في سنة عامة كانت ساعة سنة الكورونا كانت سنة الكورونا بعد كده جاء التالتة سنوي طبعا وقتها التعليم بقى كل أونلاين كل حاجة أونلاين فدي كانت بداية تجربتي أن لا أنا حاليا مفيش مصادر كتير أفلاين يعني بقى التعليم كله على الإيه على أونلاين وبقيت بدور عن مصادر سواء على اليوتيوب أو على منصات أو كده دي كانت بداية التجربة خاصة أن ساعتها كان مدرسين كتير كانت رفضة حتة أن هو يدي دروس سواء أفلاين أو كلامنا خوفا من الكورونا وكده فبعد كده ابتديت أدور على اليوتيوب تمام؟ ومصادر كتير ومنصات فكانت لها تجربة فيها وبالفعل أنا قررت ساعتها إن أنا مش أخد دروس سنة عامة وبالفعل خدت السنة كلها أونلاين سواء فيدياتي على اليوتيوب أو منصات أو كده ورده خدت دروس؟ أه خدت دروس بس أونلاين؟ أه تمام؟ هي التجربة الأونلاين أفضل يعني منحس حاجات كتير يعني أنت مثلا بدأ بتنزل بالبيت لأخذ مثلا نصف ساعة واصلات روحها واصلات جاية وأصلا بتبقى راجع يعني طبعا تعبال أصلا طب شاي فكرة المنصات منطقية يعني بتشبع الطالب باللي عايزه؟ أكيد بس هي فكرة هي فيها عيب وفيها ميزة آه إن أشرح للناس هي الميزة هي لها سهلة سهلة الوصول لها السلعيب بحتاج حد يتابع يدير وقته وبيحتاج حد ملتزم يعني ملتزم باله هو ياخد الدروس بتاعته وكده ويعمل لفسه جدول وهكذا فدي ميزة وعيب يعني هذا حد لازم يدير وقته كويس يعني لو حد مشتت لانتباههم ومش ملتزم مش هينفع معاه الأونلاين؟ بالزبط ها هيروح عمل شاي في المطبخ ورجع مش عارف يعمل ليه وبعدين إيه فالوقت بيضيع أو أنت بالزبط أو يكلفه بتكليف المسطر فيما يعملهوش بالزبط مش وارد؟ اه وفيه برضو حاجات موكو بتبقاش مع مدرس يعني موكو ليه بقى شخص بيشرح على اليوتيوب عادي اه يعني واحد بلازة فيديوهات ليه شخصية بيشرح فوضتك كده انت مش متوصل مع مدرس معين انت بتتعلم على نفسك هل فيه أنواع منصات معينة بتوصي بيها؟ فيه منصات بتبقى هي على حسب يعني مثلا فيه منصات تعاليم مفتوح يعني زي إيه؟ زي مثلا عندنا منصات زي كورسيرا حضرتك بتسمع عنها أو إيديكس دي بتنزل كورسات بتنزلها جامعات عالمية زي مثلا جامعة هارفورد جامعة بنسلفينيا جامعات كتير كورسات دي يعني حرفيا اه ممكن ما تاخدش شهادة هي فيه حاجات بتبقى مدفوعة وكده بس على الأقل انت هتاخد محتوى تعاليمي كويس خالص الجامعات مرموقة وكده فدي بيبنواع منصات فيه منصات برضو لها زي بنسميها أو مشتركة ده هنا بتكلم على التعليم الجامعي لا هي بأتكلم بشكل لعب على الكورسات اللي هي ممكن ياخدها الطالب الجامعي يعني ممكن لو طالب جامعي حابب بيدرس بجانب الكلية حاجة تانية أو حابب يتعبك في مجاله أكتر فدي بناسبة جدا ليه وأقل تكلفة يعني ولي بالإنجليش ولا باللغة العربية فيه الاتنين وأنا بعتبر اللي هي المنصات اللي زي كورسورة وإديكس هي فرصة عظيمة أن الشخص ممكن يتعلم وكمال في لفس اللغة تكتسب اللغة يعني أنت بتسمع كورس بالإنجليش وبدل ما أنت بتسمع يعني قولك دايما اسمع إنجليش طب ممكن تسمع إنجليش بس بإيه كورسات هاي 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 يبقى تعمل اتنين في واحد بالزبط طيب يعني شايف الشباب مقبل على ده؟ الشباب الجميعي ولا لأ؟ هو فيه يعني فيه شباب مقبل وفيه شباب لسه برضو بعيد على الحتة دي يعني فيه شباب لسه برضو في حتة اللي لأ أنا ما بحبش غير الأوفلاين ما معرفش أشتغل أوفلاين خالص دي يعني لسه برضو فيه شباب بعيد على الحتة دي بس أظن إن شوية بشوية خلاص يعني بدأ كله يتاجه للحتة الأوفلاين دي حتى اللي هو بيدي كورسات أو دروس أوفلاين أظن إن شوية بشوية هنلاقي لأ كله يتاجه على حتة الأوفلاين أنت استفدت ده جيرجس يعني أفدك بشكل كبير؟ أكيد ليه؟ لأن مثلا فيه كورسات معايلة مش متوفرة في أسواق يعني مثلا فيه حاجات ممكن تبقى متوفرة في الكهارة أكيد يبقى صعب لسي بالك أنت تروح من أسواق للكهارة وتدرس كورسات دي وعايز تقيم وعايز كلفة تدلوقتي تقدر تاخد عند أفضل أشخاص متمكنية في بجالاتهم وونلاين بقى أقل تكلفة وبقى أقل وقت فده طبعا شيء مبايز جدا هاي أخدت إيه مثلا قبل كده؟ درست إيه؟ أولا فيه كورسات أنا أخدتها في جبعة تبعة جبعة بينسلفينيا في بجال الفايلنس يعني أنا أصلا تخص أكاونتنج أسس يعني بحب جدا بجال الفايلنس ففيه كورسات أخدتها في بجال الفايلنس فيه كورسات برده أخدتها على منصات تانية في بجالات زي إزاي ممكن تعمل حساب لينكين إن يعني كويس يشد يعني يعمل يبقى يعني ممتاز ممتاز طيب شايف الفترة اللي جاي هاني أتصور إن التعليم الإلكتروني ده حيبقى يعني شيء أساسي هو الأهم بقى يعني أتصور بقى مسألة الأوفلين ده حتتراجع بشكل كبير يعني الزبط معاها متطلبات الشغل يعني الأول الشغل كان بشكل تقليد يعني بس على العزب وحاسب حاسب إيه دفاتر يكتب دفاتر مش عارف أرقام يرسط أرقام بتاع لأ دلوقتي بقى التركيز مش على أي حاجة فيها تقليد شغل تقليدي روتيني بقى تلغت دلوقتي بقى كل العمليات بقى سريعة فيه بقى معنصر السرعة فلدوقتي بحتاج حد كرياتف أكتر في المجال بتاعه مش تقليدي طب الدراسة في الجامعات اتغيرت في هذا الاتجاه ولا ماشى بالشكل النمطي لا يا هو فيه حاليا فيه جامعات بدأت واكب التغير ده وفيه جامعات لسه يعني ولكن الأفضل في مصر ان احنا الواكب يعني فيه جامعات مثلا فيه في كلية التجارة مثلا فيه كلية اسمها بي اي اس دي في جامعة حلوعنا دي تعاملت عشان تواكب العصر يعني هي بيزنس انفورميشن سيستم هي عبارة عن بيزنس وحطت معها انفورميشن سيستم عشان تواكب العصر وتواكب التطور والتكنولوجي اللي بيحصل تعلمت الكورسات خطة في اللغة الانجليزية لغة الانجليزية اه يعني فيه كورسات اخدتها مثلا في البيزنس انجلش او خطة كورسات فيه طبعا فيه applications على جوجل فيه مصادر كتير مجالية ممكن تعلم بلها انجلش وكده وبرضو ممكن يعني تسمع في تيهات كتير انجلش وزامي قلت كورسات الانجلش دي الني اتواكتوا على مواقع اجنبية بتدرس مجال انت حبه وبالانجلش. ايوة صحيح. يعني بيستن في نفس الوقت. ومحتى كيف الفترة اللي جاية? محتى في الفترة الجاية طبعا احسن بالانجلش اكتر. تمام? وبردو يعني حاليا انا شغال في لغة بايسون. لغة برمجة. تمام? دي لها دعوة مجال البيانات. فدي انا حابب اطور نفسي فيها اكتر. وزائد ان برضو حابب برضو اتعمك في مجالات الاحصى والحاجات دي. مين بيوجهك في ده انك تعمل ده الاسرة? اه هو الاسرة. وفي نفس الوقت برضو اه يعني اه باسمع يوتيوبرز كتير في مجالات كتير. يعني انا. انا احب بسلا اسمع ناس في البرمجة ناس مش عارف في الاحصى ناس في المحاسبة ناس وهكذا. واشوف ايه اللي انا حبه وتوجه لي. ده كلام جدا. كويس بتفكر بهذا المنطق لاني ده شيء كويس جدا يعني ده اللي حينميك. يعني التعلم هو الاهم. اه كي. الفكرة مش حصولي على بكالوريوس او لسانس والموضوع انتهى. ده الموضوع بيبدأ مش بيانتهى. مريطة التعلم بيعمله واستمر. طبعا. 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 التعليم المستمر ده مهم جدا. طيب. التعليم الكتروني برضو اللي عايز اتكلم عنه انه يعني صويرين. تقول له ميه بقى عشان يدور على ده. طيب. هو اولا يعني احنا لو هنمشيها مثلا. همشي بنفس منطق البرمجة. البرمجة التأول حاجة بتحدد الاوتوت المخرج. انت عايز توصل ايه? يعني لما يجي لي حد يقولي انا عايز اتعلم برمجة. طيب. تعلم برمجة ده انا بعرف ان الشخصنا لسه بعيد شوية. يعني طبعا. مجال البرمجة ده واسع جدا. انت لازم تحدد ايه الهدف اللي انت عايز توصل له. انا عايز والله اتصمم مواقع. المواقع دي. تمام? اتصممها. يبارا كده ده الهدف بتاعي. بعد كده اتعمل ايه? او ايه هي الخطوات اللي هتعملها عشان توصل للهدف ده. نعم. فالخطوات دي انت ممكن تعرفها طريق ما اصدر كتير. انت دلوقتي في يوتيوبرز كتير في كل البجالات ممكن تبحث عنه. بلس انه مرضو في عندك الشاد بوتس. فيش اكتر الهدراطي. زي شاد جبتي وجيبنيناي ومش عارفه وكوبايلوت. في شاد بوتس كتير انت ممكن تسألها. ده بارا زي كالي شاد انت بتسأل صديق ليك. اه. اه. فدي بروسسي. بعد كده اخر حاجة تدور بقى على المصادر انت ممكن تعلم بيه. والمصادر فيه مصادر كتير. وخاصة اللي فيه على يوتيوب مثلا فيه اشخاص بيعمل ايه? هو بيديك زي بايزيكس في الكورس اللي انت هتاخد. والله يمكن لو عجبك انت تشترك معه بفلوس. تاخده على المنصة تبقى شخصية بتاعت كل مدرس فيه. فده طبعا شيء كويس انت بتعاين زي ما قولي ايه بتعاين البضاعة قبل ما ايه تشتريها. ايه. فده نفس الفكرة. صحيح. فلازم يبقى المنطق ماشي بنفس الترتيب ده. لازم تمشي بنفس الترتيب عشان توصل للايه? للي انت عايزه في الاخر. لا وعجبني تعبير بتعاين البضاعة ده. ده شغل بقى تجار ومحاسبين ده. ده كلام سليم. حابب تضيف حاجة في الاخير? يعني حابب في الاخر اه حابب المنصات اللي هي تبقى في مصر. يعني تشتغل اكتر على نفسها. يعني اه في مشكلة في المنصات في مصر هنا. اللي هو بيدي كورس بيزيكس. يعني مثلا ايه كورس ساعتين. ساعتين يعني ما اعتقدش ان فيه اي مجال ما كن يخلصوا في ساعتين. يعني فيه مجالات كتير اه بتحتاج كورسات بتبقى عشر ساعات وعشرين ساعة واكتر كمان. اه. فانا حابب اللي يبقى في مصر فيه مرصات يعني تاخدك من البداية توصلك لمنهان. مش اللي هو تاخدك بالبداية ويربيك في نص الطريق. لا انا حابب اللي يبقى فيه. بلس اللي برضو يهتم بحتة ان يبقى المدرس بتابع معك. يعني لو حبيت تسأل هو يجاوبك. ده مهم جدا. لو الحتتين دول اتعالجوا احنا بمكن تلاقي التعليم الاوفلاين تقريبا لاستبدل بالكامل. هيل جدا. هيل جدا. بتتمنى بقى تشتغل في مجال المحاسبة ولا عندك افكار بديلة. انا حابب يعني.